اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الأعظم الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن نلتقيكم في حلقة مجددة من حلقاتي برنامجكم برنامج مساء وردود هذه الحلقة المباشرة التي نستقبل فيها اتصالاتكم واستفتاءاتكم بالتأكيد عبر أرقام هواتفنا وظهرت الآن أسفل الشاشة إلى أن يجيني أول اتصال وأول استفتاء في هذه الحلقة كنا ولازلنا نتحدث في الروايات الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واليوم نتحدث عن رواية من الروايات التي تعد أساسا من أسس الأدب السلوكي خاصة في سلوكيات المعروف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول المحسن المذموم مرحوم هذه رواية من الروايات التي وردت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن مسألة ينبغي أن تتجذر في سلوكيات الإنسان المؤمن الإنسان المسلم وإن كانت توابعها ومتعلقاتها لا تأتي على طبق مثلا مراداته أو هواه أو مزاجه أو ميوله أو أي شيء يعني من هذه الأشياء هذه الرواية تتحدث عن المحسن المحسن والإحسان الإحسان زين هو الفيض بالخير على الآخرين الإحسان هو الفيض بالخير على الآخرين هذه الحالة التي يمكن أن تكون مثلا الفيض بالخير مع الآخرين بشكل لفظي الفيض بالخير مع الآخرين بشكل سلوكي الفيض بالخير مع الآخرين بشكل معرفي الفيض بالخير مع الآخرين حتى لو كانت بالدعاء ترى الإحسان يعني أكو إحسان مادي أكو إحسان باللفظ أكو إحسان بالفكرة أكو إحسان بالدعاء أكو إحسان بالمشاعر زين مشاعرك ويايا هذا فتشي كبير وعظيم هذا كل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن قضية أساسية مهمة أن هذه الصفة العظيمة الصفة الأخلاقية العظيمة مطلوب أن تبقى متجذرة في حياة الإنسان المؤمن والمسلم المحسن أن يكون الإنسان المؤمن المسلم محسنا في حياته وقلت لكم يعني الآن مثلا ربما الكثير زين يعني يفهم من المحسن هو المعطي ماليا لا ملازم فمثلا الكثير يقول أنه وإحنا هذه الصفة العظيمة إحنا ما متوفقين لها ليش لأن إحنا ما عدنا أموال نعطيها للناس لا ملازم ملازم أن تكون أنت عندك أموال تعطيها للناس ممكن تعطي للناس أموال ممكن تعطي للناس كلمة طيبة وهذا نوع من أنواع الإحسان ممكن تعطي للناس أفكار وعلم وهذا نوع من أنواع الإحسان أفضل الأخ أبو داود من واسط فضل يا أبو داود السلام عليكم عليكم السلام ونحط الله أهلا يا أبو داود شلو هنا شيخنا الله يخليك ويسلمك شيخنا إذا صلاة الليل أنا أبدي بيها وطال صلاة الصباح بس ما أكمل الصلاة الليل آه ممنون زين فالإحسان ليس مقصور على الإحسان بالمال والمادي وعلى هذا الأساس هذا باب رحمة عظيم فتحه الله تبارك وتعالى للناس جميعا كي يكونوا من المحسنين طبعا وهذه الصفة من الصفات العظيمة جدا 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 للإنسان المؤمن والمسلم أن يكون محسنا في حياته زين هذا المحسن الآن الرواية هي لا تتحدث عن قيمة الإحسان في حياة الإنسان المؤمن والمسلم ترى بالمناسبة وإنما الرواية تتحدث عن ظاهرة أو قضية أو علاج مشكلة أساسية مهمة جدا وهي أن كثيرا من المحسنين كثير من المحسنين يقولوا الإحسان عليهم بالذنب زين يعني ومنه ما قيل عند العرب أو بعض المجتمعات خيرا تصنع شرا تلقى زين من شدة ما يكون هذا السلوك البشري كانت فعل كثير للأسف الشديد زين يعني طبعا وهذه من الصفات المذمومة جدا 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 يعني من قبل الله تبارك وتعالى للبشر يعني أنه الله سبحانه وتعالى يذم الإنسان زين اللي يذم الإحسان والذي يعينيه والذي لا يجزي الإحسان بالإحسان ولا يبادل الإحسان بالإحسان ويعني لا يرجع الإحسان بإحسان وإنما مثلا يبادل الإحسان بالذنب يبادل العطاء عطاء مادي فكري نصح مشاعر زين بالذنب فهنانا أكو بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه البشارة تتحدث عن أن المحسن زين المذموم هذا شنو هذا هذا مرحوم من قبل الله تبارك وتعالى وكأن الرواية تتحدث عن شيء عظيم جدا اللي هو أن المحسن إلى أشبه باللي إلى أجرين من خلال هذه الرواية الأخ علي من واسط فضل يا علي عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أخ علي الله يخليك ويسلمك أهلا يا علي شيخنا بس سؤال بلز أحمد نعم دخلة الحمام المغرب هل يجوز أو لا يجوز شلون عني دخلة الحمام المغرب ها ممنون مرحبا يا أهلا وسهلا مرحبا وكأن الرواية تتحدث عن قضيتين أساسيتين أنه أنها تزيد في حث الناس على فعل الإحسان بدليل أنها تبشرهم بأن الذم الذي يترتب عليه هذا يسبب جهة أخرى وسببا آخر ويعني علة أخرى المن للثواب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحسن المذموم مرحوم يعني لا تتحدث عن أنه المحسن شن ثوابه بل تتحدث بطريقة ثانية عن أنه تحث الناس على الاستمرار بالإحسان الاستمرار بالإحسان وإن كان هذا الإحسان يلاقى من قبل الناس ويجازى من قبل الناس بالذم اللي هي هذه طبعا حالة خطيرة جدا زين يعني الشاعر ماذا يقول يقول وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردة يعني أن التمرد الذي يكون جزاء الإكرام هذا من خصال اللئام ومن فعل اللئام أجارنا الله وإياكم نستجير بالله هذا معلم من المعالم الخطيرة جدا الخطيرة جدا أن الإنسان يجزي الإحسان بالإساءة طبعا وهذا من يعني من أكثر الأخلاق المذمومة في الإسلام العظيم الأخ حسن من بغداد تفضل يا حسن تفضل حسن عيني شونك شيخنا الله يخليك ويسلمك شيخنا فالسوعد بالعزيحنا تفضل هذه الشهادة الثالثة تبطل الصلاة الشهادة الثالثة تبطل الصلاة وين بالأذان والإقامة أم بالتشاهد الوسطي التشاهد الوسطي والأخير التشاهد الوسطي والأخير ممنون أشكر مزين فالرواية تتحدث عن مزيد من حس الناس في التواصل والاستمرار بالإحسان وإن كان هذا يوجب الذن بل أن الذن حينئذ يكون سببا للرحمة الرحمة اللي هي طبعا شيء عظيم جدا مزين الرحمة الرحمة الإلهية هنا الغير المعرف عنها والتي بعدم التعريف عنها طبعا هذه الروايات روايات النبي صلى الله عليه وسلم روايات إذا أردنا أن نقف عند مفرداتها ونفسرها مزين يحتاج لها أبحاث علمية من النبي صلى الله عليه وسلم الآن يذكر عنوانا ولا يتحدث في مصادق ربما يكون هذا العنوان والله العالم المقصود منه شاملا لكل تلك المصادق شاملا لكل تلك المصادق بأمومه وباستغراقه يقول المحسن المذموم مرحوم مرحوم شلون صفة الرحمة صفة الرحمة شنو بالدنيا وبالآخرة ممكن اثنينهن بالدنيا ممكن بالآخرة ممكن باثنينهن ممكن زين الرحمة اللي تجي من هاي القضية شنو رحمة على المستوى الاقتصادي ممكن على المستوى النفسي ممكن على مستوى دفع البلاء ممكن على مستوى الآخرة مزين مقامات معينة في الجنة ممكن كل هذا ممكن لماذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عنوانا يفيد العموم مزين مرحوم يا بشنية الرحمة بالدنيا مسكوت عنا بالدنيا وبالآخرة مسكوت عنا بالآخرة يعني كلها ممكنة كلها مشمولة كلها مشمولة بهذا الأموم فالناس الآن توجد هناك مثلا يعني ربما مثلا بعض القناعات بعض المعروفة سيصائرة ظاهرة أو مظاهرة قل ظاهرة مثلا يعيني الأخ منتظر من بغداد فضل يا منتظر الله يطول بعمرك شيخ أكوفد مسألة نعم أريد من عندك حد تنبهنا بها يرخم لي والديك أنا عندي واحد من أولاد عمي نعم عنده محل مال أجهزة كهربائية أوهيتشي فمين فترة وفترة يحتاج فد مبلغ نعم فيقول لي أنا ليش أروح أستلف أوهيتشي تعال أدخل وياي بنية شريك نعم أدخلوا بنية شريك وياي أنا أقول لها عرب حول خسارة نعم أنت لازم هاي رفلوز تروح للمحل تشتري بيها أدوات تجيب بيها شيء ما عن ربح والخسارة إذا ربحت تنطيني ما ربح ترجع لمبلغي نعم كذا يعني ترجع إذا فارت فتح حسارة جوه مبلغي اللي أنا بيه المبلغ مالتي لا أحاول أنطينيها يعني يكون أقل أقل خسارة إي بس هو لا يقول لي أنا راح أستفاد بيه الليل أنا راح أخليهم بالمحل ورح أجيب أجهزة لأنني أبي أجهزة مرة في الأقصاد ومرة الآن لا راح أجيب مثلا من يعني من غير الدولة هيتشي فنحن نرغي المسألة الشرعية بيها إن شاء الله هذا الشيء صحيح يعني مسألة إنه أكثر بعلي أنه بالربح والخسارة إن شاء الله إن شاء الله الله يخليكم ومسلمكم أهلا وسهلا مرحبا زين فتوجد هناك بعض يعني ردود الأفعال مثلا ربما مواقف شخصية ربما ظاهرة الآن الناس شو تقول لك يقول لك يا عب أنت المن يمسوي زين يعني المن يمسوي زين خيرا تفعل شرا تلقات سوي زين ما يستاهلون يردوا بالمو زين لا سوي زين لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك لا يعني من خلال هذه العبارة المذموم المحسن المذموم مرحوم هو يريد بطريقة أخرى هو يشجع على الاستمرار بالإحسان يقول لك وهذه قضية رد الإحسان بالإساءة والذن هذه لا توقفك بالعكس أنت أمضي في طريق الإحسان وحتى هذا إذا كان الإحسان يجر لك ذن هذا أعرف أنه أنت هنا ثوابك مضاعف ثواب الإحسان وقيمة الإحسان وتقدير الإحسان عند الله تبارك وتعالى وثواب ثاني ومعطيات ثانية علي من على الزم هذه من الصفات والأخلاقيات العظيمة التي حثت الشريع المقدسة وحثت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عليها خلينا نبدأ إحنا وياكم نجاوب الاستفتاءات ونستقبل نستمر في استقبال الاتصالات والاستفتاءات إحنا وياكم الأخ أبو داود يسأل يقول أنا من المحافظين والمواظبين على صلاة الليل لكن مرات فؤاني دا أصلي يعني مثلا لو أتأخذني النومة لو أأخرها أنا كذا بحيث يأذن أذان الفجر وأني بعدني ما أكمل صلاة الليل فشنو التصرف حين أذن؟ خلاص تصير صلاة الليل تؤدى بنية القضاء يعني شنو الباقية من الصلاة مالتك مثلا مالت الليل يعني يعني مثلا مصلي ثمان ركعات مثلا باقية الشفع والوتر مزين؟ صليها قضاء هذا واحد اثنين باعوا انتباه 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 صلاة الليل دعش ركعة صلاة الليل من أعظم العبادات التطوعية التي يؤديها الإنسان المؤمن والمسلم وثوابها عظيم جدا 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 والأسوب منها ركعتي الشفع والوتر هلنا دعش فأكو ثمان ركعات اثنين باثنين 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 مزين؟ بعدين اثنين صلاة شفع وبعدين وحدة صلاة وتر فاللي مثلا يشوف نفسه لأنه طبعا ثواب الأداء أكبر من ثواب القضاء فاللي يشوف نفسه انه ما بقى لوقيت خلي مثلا يحدد هذا الوقت يش قد يكفي يكفي مثلا خمس ركعات فيصلي ركعتين ويصلي ركعتي الشفع ويصلي ركعة الوتر مثلا اذا عنده بقى مال سبع ركعات يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الشفع ثم ركعة الوتر عنده بس مال ثلاث ركعات يصلي ركعتين الشفع وركعة الوتر عنده بس مال ركعة وحدة يصلي ركعة الوتر يعني انتباه على قضية أنه من لم يبق له وقت قبل صلاة الفجر لم يبق له وقت لأداء صلاة الليل كل الدعش ركعة فليختر وليحافظ على ركعتي الشفع والوتر وما زاد على ذلك يضيف مثلاً هسا الآن هو عنده مال خمس ركعات مثل ما قلت لكم يصلي ركعتين من صلاة الليل وركعتين الشفع والوتر أدى سبعة يصلي ركعتين وبركعتين وبركعتين الشفع والوتر وهكذا هذا واحد اثنياً من لم يجد وقتاً إلا لركعة الوتر خلي يخصصها للوتر أفضل فإنه أفضل ما في صلاة الليل ركعتين الشفع والوتر والوتر أهم من كل العشر ركعات الباقيات ثم بعد ذلك شي يخلي يخلي الباقيات يصليهم بنية القضاء زين؟ بعد صلاة الفجر وله ثواب عظيم جداً ترى بالمناسبة بشي يذكر الآن مثلاً أكوناس زين ما منتفهل على قضية صلاة النوافل النوافل يمكن أن تصلى يمكن أن تصلى مشياً وأنت ماشي زين؟ يمكن أن تصليها يعني يسأل الآن الناس زين ما منتبهل على قضية أنه مثلاً مثلاً النوافل اليومية وعلى رأس قائمتها صلاة الليل فيها ثواب عظيم جداً 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 عظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر زين؟ وبنفس الوقت الناس مثلاً ما تصليها يا بليش ما تصليها تقول لك أنا تعبان أنا مثلاً يراد لها قاعدة يراد لها قومة يراد لها أتحذر يراد لها كذا فلان شي لا الصلاة تقدر تسويها والتماشي زين؟ التوماشي بس تتوضع وتصلي التوماشي وتكبر التوماشي وتقرأ التوماشي وتركع إيماء أن التوماشي وتسجد إيمان واحد يقول شناه أكوتي شيء؟ نعم أكوتي شيء؟ موجود هذا منصوص عليه بالرسالة العملية وتحصل الثواب وحرامات إنت ليش تفوتك مثلاً؟ التوماشي أنت وقاعد مثلاً زين على الكرسي تقدر تسويها واحد يقول أقدر أسوي أي أقدر تقدر تسوي يقول لان ما بيه شيء مو مريض مو مقعد مو كذا نقول لك إيه تقدر تسويها يقل ثوابها بس بيها ثواب عظيم جداً بيها ثواب عظيم جداً وهكذا زين الأخ علي يقول أنا أسأل على قضية أنه الاستحمام في وقت المغرب هذا الشنو أكو بمشكلة؟ الجواب كلا في الشريعة المقدسة لا يحرم ذلك ولا يكره ذلك ليس من الأمور المحرمة ولم يرد فيه في الشرع المقدس كراها جيد الأخ حسن يقول التشهد الوسطي أو الأخير أريد نعرف الشهادة الثالثة زين في التشهد الوسطي أو التشهد الأخير والموقف الشرعي هذه المسألة من المسألة الخلافية بين الفقهاء بعض الفقهاء زين يجيزون الشهادة الثالثة طبعاً الشهادة هي شنية الشهادة الثالثة؟ الشهادة الأولى الشهادة لله بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشهادة الثانية من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله زين الشهادة الثالثة هي الشهادة لأمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه وأبناؤه الطيبين الطاهرين المعصومين بالولاية والحجية الكبرى وأشهد أن علياً وأولاده المعصومين بالحق حججوا الله أولياء الله وحججوا الله هاي هي الشهادة الثالثة الآن وقع بحث عند الفقهاء في أنه لو كان الإنسان المصلي المؤمن المسلم اللي يريد يصلي زين يصلي يتشهد الشهادة الأولى طبعاً واجب الشهادة الأولى والشهادة الثانية في التشهد الوسطي والتشهد الأخير وأراد أن يضيف الشهادة الثالثة يعني بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن علياً وأولاده المعصومين بالحق حججوا الله مثلاً أو أشهد أن علياً حجة الله ووليه وأولاده المعصومين بالحق حججوا الله مثلاً يقدر يسويه شيء؟ هذه مسألة خلافية عند الفقهاء السيد السستاني دام ظله الشريف يستشكل يقول هذه من الجمل اللي هو أحوط لزوماً وأحوط وجوباً أنه ما تنذكر وإلا تبطل الصلاة ما تنذكر هذه هساً الآن يوجد هناك كثير من الردود الفعل يعني خلي نقول السلبية على هذه الفتوى زين أنه شلول مثلاً هذا ما العلاقة يعني مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لا أحد يزايد على مذهب أهل البيت أو علماء مذهب أهل البيت أو مراجع مذهب أهل البيت وبالخصوص على رأس القائمة السيد السستاني دام ظله الشريف يعني يلا خلينا نحن مضطرين مضطرين نطلع الفاصل ونرجع إن شاء الله وأكامل لكم الحديث في الموضوع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أعليا ولي الله أشهد أن أعليا ولي الله اشهد أن عاليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله اشهد أن عاليا أمير المؤمنين حجج الله حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من أسفل الشاشة كنت قبل الفاصل أتحدث عن موضوع أساسي مهم وهو انسألنا من قبل أحد الأخوة المؤمنين أنه ما هو الموقف الشرعي من الإتيام بشهادة الثالثة ضمن التشاهد الوسطي أو الأخير في الصلاة فذكرنا أن هذه المسألة من المسألة الخلافية يعني هي حالها من حال كثير من المسألة الخلافية التي مثلا ربما بعض من هذه المسألة تفاجئ تفاجئ مثلا كثير من المسألة الفقهية توجد هناك بعض المرجعيات بعض الفتاوى مفاجئة تأتي مفاجئة مثلا أضرب لكم مثال زين فدت لاث أمثلة زين عن الفتاوى المفاجئة مثلا هذه الفتوى يعني اللي البعض أو زين زين البعض مثلا لم يتفاعل منها مثلا فتوى السيدة الصدر الشهيد الثاني في قضية التدخين في نهار شهر رمضان واعتبار دخان الججارة من الغبار اللطيف وليس من الغبار الغليظ بشرط عدم التوهين والإهانة للشهر الشريف زين وحفظ احترامه وتقديره وطبعا يعني الفتوى بإطار وضمن شروط ومثلا مثلا فتوى الآن المرجع الديني العظيم الشيخ محمد أسحاق الفياض أستاذنا زين في أنه السفر مطلقا يوجب القضاء بالنسبة إلى الصائم تعرفون يعني أنه من مشهور فتاوى فقهائنا أنه السفر إذا كان قبل الزوال هذا يوجب الإفطار ويوجب القضاء أما إذا كان بعد الزوال لا هذا يرخص فيه السفر والصائم يستمر في صيامه وينحسب لهذا اليوم مثلا الشيخ الفياض عنده أنه لا السفر مطلقا موجب للقضاء هسا أما موجب للإفطار والقضاء أو موجب للإمساكي والقضاء زين هو عنده هذا التفصيل أي عيني الأخت باسمة من بغداد فضل يا باسمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أخت باسمة أستاذ الأخو أني عندي صار أشكال بالصلاة نعم أنا كنت من أرض أتوجه بالصلاة أقول التوجه والإحتياجي سلمت في أمري يعني أشهد ألا إلا الله والله أكبر يعني استشاهد الكامل زين ممنون يعني هذا وضح وضح سؤالك أخت باسمة ممنون أوضح شكرا جزيلا أهلا وسلم مرحبا زين فهذا وضع طبيعي يعني علينا إحنا نتعامل مع هذه القضايا قضايا يعني الإجتهاد والإجتهاد المفتوح والآراء المتعددة أنا حبيت أقول لكم أنه مذهب أهل البيت من المذهب هي المذهب الواضحة يعني التعلق بأمير المؤمنين وهي يعني جوهرها الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين ولا يمكن أن نزايد على مثلا تشيع أو مرجع من المراجع وخاصة إذا كان المرجع الديني الأعلى والله لأنه مثلا هو لا يرى مثلا مسألة فقهية هذه قضايا مهيجة تنحل وإنما هذه مسائل علمية تخصصية دقيقة عميقة تثبت عند بعض المراجع ولا تثبت عند البعض الآخر وكل إنسان مؤمن هو بعد ومرجع تقليده الآن أنت تقلد السيد السستاني زين مجي بالتشهد الثالث ما تجي بالشهادة الثالثة عفوا لا في التشهد الوسطي ولا في التشهد الأخير أنت ترجع إلى مرجع يقول بأنها غير مبطلة للصلاة تقدر تجيب هذه الشهادة الثالثة وتخليها في التشهد الوسطي أو التشهد الأخير واحد يقول يا با مثلا شون يصريت خلافه قابل إذا هم شاعرين الشهادة كاملة قابل شاعرين مثلا القول بإمامة أمير المؤمنين لا هذه قضايا جزئية في ضمن جزئية من جزئيات الصلاة هذه تصير هذه تصير والصير أكبر من هذه تصير أكبر من هذه يعني تصير مثلا ربما فتاوى اختلاف الفتاوى ربما أقسى من هذه أقوى من هذه مثلا سأضرب لكم فرد مثال مشهور فقهائنا مشهور فقهاء مدرسة أهل البيت على أن من زنى أو من دخله بذات بعلن حرمت عليه مؤبدا الآن يوجد من الفقهاء المعاصريين زين مثل الشيخ الفياض الشيخ الأستاذ المرجع العظيم الفياض الشيخ محمد سحاق الفياض هذا واحد من عظم المراجع الآن في العالم الإسلامي عدة تفصيل في هذه المسألة مختلف يعني هذا مثل الوقت أنه مختلف مع مشهور الفقهاء يعيني الأخ بهاء من بابل تفضل يا بهاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلاً أهلاً يا بهاء تدوى القلبه شيخنا أبطل وابطل وابطل وحتى نظر أعوذ بالله من الشيطان حتى أقصر أنت لا стهفر الله الأخت أم قحطان من بغداد فضل يا أم قحطان السلام عليكم سيخنا عليكم السلام ورحمة الله أهلاً يا أم قحطان السلام عليكم وبرك عليكم وعلى العراقين آمين آمين شكراً لكم آمين رب العالم الله يسلي سيدنا يا شيخنا أريد بسس وفصلاة الليل الوقت يعني أنا أصليها من وقت يعني نعم أصليها من وقت في الحسرة هي شيء بالدعاش أيه ممنون هل هذا معقول أن أقول همها وقت خاص إن شاء الله أوضح يعني أخي كل وقت أصلي كل ما عندي فرغة أصلي جدوا من أجهي يصير همين هالشكل إن شاء الله أوضح رحمة الله واجهكم أليك شكر ممنونين أهلاً وسهلاً أي عيني زين الأخ منتظر يقول آني أولاد عمي عدهم محال زين مال أجهزة كهربائية ويقولوا لي تعال ادخل الشريك وكذا أقولهم لا أنا ما أدخل الشريك بس أنا أنطيكم فلوس ونشتغل بيها والربح بالنص والخسارة بالنص باعه أولاً أكو شيء بالشريعة اسمه أنه مني الفلوس ومنك العمل أكو شيء بالشريعة أجواب نعم شو اسمها هاي المعاملة اسمها المضاربة الشرعية شنو توصيفها؟ توصيفها شرعية هادي هذا عمل عمل هادي عمل هادي مضاربة شرعية المال مني والعمل منك هاي واحد الأصل انتبهوا انتباه 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 الأصل في العقد المضاربي أنه الأرباح تكون بالنسبة شلون يعني؟ يعني مثلاً الربح شهر يطلع مليون نتفق على نسبة مثلاً نص إلي ونص إلك ثلث إلي وثلثين إلك ثلثين إلي وربع إلك ثلثين إلك وثلث إلي وهكذا فممكن ممكن تكون تثبت النسبة هذا هو الأصل والقاعدة تثبت النسبة وممكن هاي الأرقام تزيد وتنقص بحسب مثلاً التفاوت في الأرباح الشهرية ممكن اليوم مثلاً هالشهر ربحنا مليون إذا بالنص إلي خمسمية وإلك خمسمية ممكن شهر اللاخ نربح مليون ونص إلي سبعمائة وخمسين وإلك سبعمائة وخمسين ممكن وراها نربح خمسمية إلي ميتين وخمسين وإلك ميتين وخمسين هذه القضية الأساسية الأولى القضية الأساسية الثانية باعوا انتباه 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 الأصل والقاعدة أنه في الاتفاق لحد يتفاجئ إذا حصلت مضاربة شرعية بين اثنين الآن مثلا من الأخ منتصر أو منتظر عفوا آسف جدا منتظر وأولاد عمه هو مننا الفلوس وهم منهم العمل شا اتفقوا؟ اتفقوا أنه الربح بالنص إجوا ويردون يتفقون على الخسارة الأصل والقاعدة لا تتفاجئ يا منتظر ولا حد يتفاجئ الأصل والقاعدة أنه الخسارة كلها انت تشيلها ليش؟ لأنه راح يخسر كتف الآن من انت اشتغلت وياه منك الفلوس ومنه الشغل هو هو من الصر خسارة لا سامح الله اشلون احنا نحمله هم خسارة وقته وعمله وجهده وهم يضطينا بالفلوس لا الأصل والقاعدة شنو؟ أنه الخسارة عليك يعني الآن مثلا أنت الطيطة عشر ملايين إذا العشر ملايين خسرت بقت منها ثمانية هاي المليونيين علي من منو يشيلها الأصل والقاعدة ات تشيلها يا منتظر تقول شلون انا اشيلها العدوة شنو؟ ما يشيلوا ياه؟ نقول لك لا ما يشيلوا ياك تقول ليش؟ اقول لك مهو خسر كتفه؟ خسر عمله، وكوفته، جهده، صحته، وقته، كله؟ هذا خسارة بالمقابل أنت تخسر المليونيين الآن يقول يا أبا إذا مثلا ردنا نتفق على أنه زين الخسارة هم بالنص هاي الخسارة بالنص إذا هو موافق إذا هو موافق يصير أما إذا هو مثلا ما موافق فهذه يعني لأنه طبعا شلو أنا إلي قصد يعني إنه قصد أنه موافق أو ما موافق يعني هو يكون يعرف أنه العقد المضاربي الربح يكون يقسم بالنسب أما بالنسبة للخسارة كلها على صاحب المال مو على صاحب الكتف صاحب الكتف لا يشارك لأنه بالحقيقة هو الواقع يخسر كتفه يخسر عمله يخسر جهده زين أما إذا هو قال يا أبا مثلا أنا موافق أنا قابل أنا أعرف أنه أنا ما يصير أخسر بس أنا موافق ونقول ليش يقول ما أريد أحرك شغلي ما عندي فلوس ما عندي بضاعة أريد أتحرك أريد كذا زين أو مثلا فد الثاني شي يقول لي يعني أموري ماشية شغلنا ماشية ما بي خسارة مثلا يعني ممكن هيت شي فإذا كان هو موافق ماكو مشكلة بس إذا الأصل والقاعدة الأصل والقاعدة أنه الخسارة توقع عليك أنت يعني أنت بشارك بفلوس والخسارة توقع عليها هو يخسر كتفه شغله عمله وقته زين الأخت باسمة الأخت باسمة تقول آني شننت أقضي أسوي أذان وإقامة بالقضاء الآن البعض قالوا يا بأتي عديش قضاء عديش قضاء هواية على واش تأذنين على واش تقيمين رأسا أنوي أكبري تكبيرة الحرام وأدخلي بالصلاة يصير هذا الجواب نعم يجوز يجوز ذلك الأذان والإقامة من الأمور المستحبة صح استحبابها مؤكد لكن يمكن إسقاطها في الصلوات الأدائية وفي الصلوات القضائية شنو معنى أسقاطها؟ أنه ما سويها أجرأسا بس أنوي وأكبر تكبيرة الحرام وأدخل بالصلاة يصير يصير شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة بس يقل الثواب الصلاة مع أذان وإقامة أثوب الصلاة مع إقامة بيها ثواب لكن شوي أقل الصلاة بدون إقامة بيها ثواب لكن خسرنا ثواب الأذان والإقامة وهذا أيضا حال صلاة القضاء صلاة القضاء وإي أذان وإقامة أثوب بدون أذان شوي أقل الثواب بدون إقامة شوي أقل الثواب ثوابيا تقدرين السوين؟ نعم تقدرين السوين والله يتقبل الطاعات والأعمال الأخ بها يقول الآن يعني أصلي وأتردد وأشك وأبطل وكذا طبعا هذا نستجيره بالله هذا من وسوسة الشيطان وشوف الشيطان الرجيم لعنت الله عليه وين موصلك ليا مرحلة أنت ذكرت شيء كلش كبير كلش عظيم يعني زين وهو التجاوز على الذات الإلهية هذا طبعا من أكبر المحرمات من أكبر الموبقات من أكبر المحرمات فهو هذا يعني أمنية الشيطان وتدت حقق الهية الآن شنو الحل لطريقتك الحل لطريقتك كثير الشيك الشريعة نطاته حل بسيط جدا 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 تكنيك بسيط جدا يعني الأخ أمجد من كربلان المقدسة فضل يا أمجد عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أمجد يا أخم العزيز عندي مذكرة بشارة الوشو وشارة الصلاة نعم دعني النفس المتصل اللي قابي آه هل أغلط وأرجع أعيد مرتين أو ثلاثة عندي مشكلة صراتي شنو أنت أنت أمجد أنت مكثر للصلاة يعني تقريبا كل صلاة أنت تشك نعم أوضح أوضح إن شاء الله ممنون يعني لماذا لأنه لأنه هو الفاسق أصلاً ما يصلي الفاسق أصلاً ما يصوم فاسق ما يغسل فاسق ما يتوظى الفاسق ما عنده طهارات ونجاسات فهو في مأمن من هذه المشاكل وين تصيب؟ تصيب المؤمنين للأسف الشديد زين فهذه إلي قصد هذه إلي قصد بها يعني بعض المرات مثلاً الملاحدة الغير المؤمنين كده مثلاً يستهزؤون يقول لك هذا شنو هذا مثلاً هذا مو مؤمن مو مسلم أشو هذا هيت شو كده ايه مهو باعتبار أنه يريد أن يؤدي واجبات على أكمل شكل فتبدي هي مننا مننا هي تبدي الشرارة أو الومضة زين أو الجدحة من يقوم يفكر أنه ها أنا صليت مضبوط لو ما صليت مضبوط اختسلت غسل مضبوط لو ما اختسلت وضيت مضبوط لو طهرت لو ما نجس لو طاهر زين الإنسان إذا لم يكن كثير شك هذه الشريعة المقدسة خلت لأحكام شرعية أما إذا كان كثير شك كثير شك من هو الذي يكثر الشك عنده وهذه مسألة عرفية العرفية يراه كثير شك هو يشوف نفسه كثير شك إذا مثلا واحد قال لا بعد أكثر مثلا ماذا أعرف نفسه يعني كثير شك يشك في كل ثلاث صلوات على أقل تقدير مرة وحدة إذا مرتين بعد واضح إذا ثلاث مرات بعد هذا مو بس كثير شك هذا شك يعني عنده فاحش زين هؤلاء شي يسون الآن شي يسون هؤلاء الشريعة المقدسة أعطتهم حلا بسيطا سهلا جدا زين وهو أن لا يعتني بشك خلص بس هاي القضية أنه أنت تشك الآن الآن الأخ أمجد مثلا الأخ بها الآن أنت بصلا أسأل أنا أسألكيها تطبيقية كبرت أنت كبرت الله أكبر ردت تقرأ شكيت أني كبرت لو ما كبرت تمضي تقرأ شكيت أني كبرت صحيح لو ما كبرت صحيح تمضي تقرأ الآن نجي بالقراءة قلت بسم الله الرحمن الرحيم أنت قلت ها بسم الله لو بسم الله مثلا ما تعتني بشكك تمشي تقرأ الآن مثلا بالركوع خلصت الركوع أو بضمن الركوع أنا قلت لو ما قلت لا قلت امشي بالسجود أنا شكيت ساجد صحيح لو ما ساجد صحيح ذكرت الذكر الصحيح لو ما ذكر لا سجدت صحيح وذكرت صحيح امشي أنت بس ما تعتني بالشك خلاص وهذا انتباه 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 هذه قضية أساسية مهمة هذا في حد ذاتي حكم شرعي هو هذا عدم الاعتناء بالشك هو هذا حكم شرعي ينبغي على المؤمنين المسلمين المؤمنين أن يلتفتوا ويلتزموا بذلك فهذا هو فقط تسوي هالإجراء انت تخلص وتصح عباداتك صح غسلك وضوءك صلاتك زيان مثلا اضرب لكم فريد مثال أخير هذا نجس وليش نجس لا طهر لا مو هذا اكو احتمال مثلا لا تبني على الاحتمال لا تعتني به هذا نجس لا طهر ذاك نجس لا طهر عدش وقت اش وقت تقول نجس لما تشوف النجاسة تكرمون ابعينك ابعينك تشوف الشي اللي انت مثلا يعني يعني لازم تتيقن تتيقن من الشي اللي انت مثلا شاك بي يلا ترتب تقول ها انا متيقن نقولك شو متيقن تقول لي اي شيئي دي فت 99% 99% 99% و 19 ميقين لازم 100% 99% ميقين تمضي ولا ترتب أثر على هذا الشكل لا في الإعادة ولا في البناء على النجاسة ولا في البناء على البطلان كلها تحوفة تقول الآن عندي 98% أقول لك بعد أسهل تقول لي 90% أقول لك بعد أسهل تقول لي 50% أقول لك أصلا بعد كلش سهل تقول لي نسبة 10% أقول لك هاي النسبة كلش ولا نسبة ولا أكون نسبة أصلا واضح؟ الأخت أم قحطان هس الآن الأخوة إذا حابين يأخذون اتصالات هذا أخير استفتاء خلنا أخذ اتصالات الأخت أم قحطان تقول بالنسبة لصلاة الليل متى وقتها وزين شو وقت أقدر أبدي بيها وكذا وشي صلاة الليل عند مشهور فقهائنا شهرة عظيمة مشهور فقهائنا يبتدئ وقت صلاة الليل بعد منتصف الليل وهس أنا رح أبين لكم الشون نحسب منتصف الليل ويستحب تأخيرها يستحب تأخيرها إلى الثلث الأخير من الليل بل إلى الثلث الأخير من الليل زين يعيني الأخ أحمد من النجف الأشرف تفضل يا أحمد السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ونحط الله أهلن يا أحمد شيخنا من رفسك أدي الصباح أتأخر بصلاة يعني تطلع عليك الشميس تطلع عليك الشميس وأكثر من أمرارة من جوية الظهر ممنون أوضح أي والله أوضح إن شاء الله أجابك زين فنجاوب الأخت أم قحطان فمشهور فقهائنا على أنه تصلى بعد منتصف الليل شون نحسب منتصف الليل منتصف الليل نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر طلوع الفجر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إشقد هادش كم ساعة والنصفه نصين ثم نضيف هذا النص الأول إلى وقت غروب الشمس يطلع لك منتصف الليل مثال أضرب لكم مثال لو نفترض أنه مثلا عندنا غروب الشمس يصير مثلا بالشسمة بالخمسة عصرا مثال مثال تقريبي بالخمسة العصر زين وحصول الفجر إشوكت مثلا فد بالأربعة الصبح أو بالخمسة الصبح قل بالأربعة من الخمسة للأربعة إشقد خمسة للثنعاش سبع ساعات وللأربعة هاشقد أربع ساعات إشقد صار صار دعش ساعة دعش نصفوها بالنص شصير خمسة ونص نضيف خمسة ونص على الخمسة يعني يصير منتصف الليل عندنا بالعشرة ونص بالليل وهكذا مثلا نفترض أنه غروب الشمس مو وقل صلاة المغرب لا لا غروب الشمس اللي هو قبل صلاة المغرب بارباطعش دقيقة تقريبا غروب الشمس إشوكت مثلا بالستة مثلا بالستة وصلاة الفجر إشوكت حصول الفجر إشوكت مثلا بالخمسة فمن الستة لل لل الاثنعاش هاي ست ساعات ومن الاثنعاش للخمسة خمس ساعات هاي كلها هم دعش ساعات طلعت مثلا نقسمها على نص يصير خمسة ونص نضيف الخمسة ونص للستة شي يصير بالدعش ونص منتصف الليل وهكذا في حساب منتصف الليل كلش بسيط هذا على رأيي مشهور فقهانا لكن سيد السستاني داما ظلو الشريف سيد السستاني عنده لا عنده انه يبدأ وقت صلاة الليل من بداية الليل بعد ان تكملون صلاة المغرب والاشاء تقدرون رأسا تباشرون بعملية زين صلاة الليل وتصلى اداءا وتاخذون ثواب كامل نعم كل ما تأخروها كل ما اتوب لكن تقدر لو ما تقدر عند السيد السستاني نعم تقدر ويجوز الاخر رياض من النجف الاشرف تفضل يا رياض شيخنا شوال احوالك اهلا وسهلا ومرحبا اهلا يا اخ رياض شيخنا عدي عدي سؤال برحباك نعم تفضلوا عدي خط كية عدي بيها خط ما البنات اي وقادات يوم باثنين بس زيوم مرات ايدي تلمس عبات اللي بتقع بهم اي وان شوية متزم يعني اي نصي ان شاء الله يجاوب ممنون اي والله رحمه والديكم بالرحمة زين الاخ احمد يقول انا كثير من المرات تطلع علي الشمس بالنسبة الى صلاة الفجر باعه اداء الصلوات في اوقاتها من الواجبات الشرعية يجب على المؤمنين يجب على المسلمين يجب على المكلف ان يؤدي الصلاة في ضمن وقتها الادائي مو اقول في اول وقتها في اول وقتها افضل واعظم واسوب لكن في ضمن وقتها الادائي يعني قبل قبل ما ينتهي وقتها بخمس دقائق بعشر دقائق بساعة بثنس ساعة بثلاثة اربع ساعة بساعتين بثلاثة على حسب الهذا فلا يجوز له ان يؤخر اداء الصلاة الى ان تصبح قضاءا وهو من المحرمات والمحرمات الكبيرة اختيارا لكن لو كان ذلك استرانا لن يكون مثلا مثل المثال اخذتك نومة يعني انت موقت الساعة وحاسب حسابات وكذا واخذتك نومة تعبان مرهق كذا ليس عليك حرمة فقط قضاء اما اذا لا مثلا انت تتساهل كذا لا هذا حرام هذا حرام لازم لازم تعود نفسك توقت الساعة تحضر امورك انه انت تقعد تصلي الصلاة في ضمن وقتها جين الاخ رياض اذا عفوا الاخ المخرج اشقد عدي بقى وقت اي عيني الاخ رياض يسأل يقول اني انسان ملتزم مؤمن ملتزم وعندي خطمة سيارة اخذ بها بنات وشي والبنات قاعدات يمي يعني اثنين فمرات مثلا من احرك حتلة القير يقول الطخ ايدي بيهم او كذا لا يكون تحسب حسابك يا اخ رياض هو طبعا انت بالنسبة لك انت انسان ملتزم مؤمن انت ما قاصد هاي القضية وهذا القصد يرفع الاثر الشرعي يرفع الحرمة لكن انت هم يكون يعني تنتبه على هاي القضية حسابك خليناك يتشي فد وسادة بسيطة فد شي مثلا يتشي فد يعني فد شنو اقول لك مثلا فد مخدة بسيطة يتشي حتى لو تفصلها وتخليها من نبي حيث من يقعد البنات وتتحرك القيار مثلا اطخها اله هاي الوسادة تتشوي شي سميها يعني اي شي تحسب حسابك مثلا اتسوي لك فرد شي زين لانه لازم لازم تحسب حسابك انه ما يصير هذا التماس اذا صار مثلا من دون قصد ومن دون عمد ومع يعني التحفظ والاحتياط لا شيء عليك يلا عيني وصلنا احنا وياكم الى ختام حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم الى لقاء ولقاءات جديدة ان شاء الله استودعكم الله واسرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسألكم الدعاء